لم تنتهي الحياة لكامل السعدي بعد تعرضه في الرابعة عشرة من عمره لانفجار لغم أفقده قدمه اليسرى فمؤسس جمعية خط الحياة نذر نفسه بحسب قوله لحماية الناس من خطر الألغام ومساعدة ضحاياها ومبتوري الأطراف نحن نستحق أن نحصل على أفضل شيء موجود ليس لأنه أفضل شيء نستحق أن نحصل على أفضل شيء بناسب إلنا فخط الحياة مبادرتها بالنسبة للأطراف الاصطناعية هي مش موضوع أنه قدم طرف صناعي هي الموضوع أنه وصلنا بالتكنولوجيا والعلم اليوم اللي مثلا قدم الكربون اللي منحكي فيها واللي ورجناك إياها هذه مربوطة بقديش وزنك بإيش استخدامك برياضك الرياضة اللي بتمارسيها بكل شيء بمجرى حياتك فوصلنا للعلم لهذه الناحية أو السيليكون أو غيره أو بدونه من هون لقينا أنه إجي الوقت اللي كلهاتنا نحصل على مرادنا اللي يساعدنا بشكل قوي وفاعل أنه نستمر ونكمل خط حياتنا سمير هو الآخر أحد ضحايا حوادث السير فقد إحدى أطرافه في مقتبل شبابه حالته توصف بالدقيقة ولم يكن يملك من الدعم المعنوي شيئا إلى أن قرع باب مؤسسة خط الحياة ليجد أسرا داخل أسرة واحدة تحمل الألم ذاته وترفع عالم التحدي للنهوض بأفرادها ودمجها اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع أكثر إشي بالحوالي لأن أنا عندي وحيد أهلي تقبلهم الواقع والحادث الصار معي فكان لقائي مع كأس سيد كامل إجا شخص يساعدهم بتفاهم وقبول الوضع اللي صار معي ومع الأيام زادت المعرفة بيني وبينه وصرنا نتعامل بالمحبة والمشاكل كلها اللي كنت أواجهها بالأطراف كان دائما هو المرجع تبعي فيها أعطاني من خبرته المر فيها بسنين وزدت عليها من الخبرة بالأطراف مع لفتي دخلت على شركات الأطراف للتعرف على المنتجات الأقدام والجرابين والأصناف اللي بيعملوها لحالات البتر لأنه واجهت مشاكل كثيرة مع الأطراف عشان الوضع البتر عندي وضع مميز خلينا نحكي ما فيش الحالة البتر الموجود عندي صعب التعامل معه نهج مؤسسة خط الحياة يعمل على مبدأ البساطة والتفاعل المباشر وتوظيف المهنيين ذوي المهارات الخاصة لتلبية الاحتياجات المحددة حيث تتبنى المؤسسة المبادئ التوجيهية في عملها مثل الطبيعة غير الربحية في تقديم الخدمات والعلاج والمساعدة مجانا والمساواة في الحصول على الخدمات بغض النظر عن الجنسية والعمر والشخص المعني والجنس بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرافقين أو عائلة ذوي البتر أكثر من 150 طرفا صناعيا تم تركيبه لنحو 100 حالة تعاني من بطر الأطراف هذه أبرز المحطات المضيئة لمؤسسة خط الحياة التي منحت أطراف أمل وعناية وتأهيل مستمر لمن فقدوا أطرافهم شهد الطراونة المملكة عمّن